موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذا الفقر نتابع فيها تحركات أو أوضاع قطع النفط والمحروقات في الجزائر وشركة سونتراك وهي شركة نفط الوطنية الكبرى هناك في البلاد نتابع بداية أوضاع أو أهمية قطع المحروقات في هذا البلد طبعا مساهمة قطع المحروقات في عائلات موازنة العامة تقدر بواقع 60% هذا يعطينا أهمية قطع المحروقات في الاقتصاد الجزائري كمانا 36% هي مساهمة قطع المحروقات في إجمال ناتج المحلي للجزائر الأهمية الأكبر قطع المحروقات تتجلى من خلال عوائد التصدير حيث تشكل 97% طبعا من عائدات التصدير الغزائلية نتحدث هنا عن عائدات التصدير تصدير المحروقات وضع يوطينا سورة عن أهمية هذا القطع في جلب العملة الصعبة لهذا البلد النفطي قطع المحروقات الجزائري وطبعا مجمل معالمة هو رابع أكبر منتج لنفط في إفريقيا طبعا الجزائري أكبر منتج لنفط في إفريقيا الجزائري كذلك ثم أكبر منتج للنفط للغاز الطبيعي في العالم وهي ثالث أكبر مورد للغاز لأوروبا وهنا نقطة غاية في الأهمية سنعرض إليها ونحللها بعد قليلة كذلك بالنسبة لأكبر احتياطيات النفط في إفريقيا الجزائر هي ثالث أكبر أو تشكل ثالث أكبر احتياطي للنفط في إفريقيا بعد كل من ليبيا ونيجرية إذا ما تبعنا كذلك التصدير أو لاحظنا في الفترة الأخيرة أن الإنتاج كان يسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ في السنوات الماضية مع وطيرة مستقرة تقريبا للاستهلاك في العوام الماضية جزائر عمدت إلى رفع طاقتها الإنتاجية وذلك من خلال توسيع عمليات التنقيب والاكتشافات والتي حصلت في الجزء الغربي من الجنوب الجزائري ونتحدث هنا عن حوض بركين وحق الأرهود بمشاركة أو شاركة مع شركات غربية النفط طبعا في الجزائر طبعا هو نفط خفيفة أو الحقول تنتج نفط خفيف دو جودة عالية خالي من الشوائب بشكل كبير سكيكدا هي أكبر من أصفات تكرير مع نسبة 67% من إجمالي الطاقة الكريرية للجزائر وقد عمدت الجزائر لأطفع طاقتها الإنتاجية في نهاية العام 2012 ستتراف الطاقة الإنتاجية لمصفات سكيكدا وذلك نتيجة أو لموأمة التوائم مع الطلب أو ارتفاع الطلب على كل من الغازولين والديزل من نسبة لوجهات التصدير المفط الجزائري تتركز بشكل كبير هنا على دول OECD أو منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ونتحدث هنا عن الولايات المتحدة التي تعتبر الشريك الأبرز والمستارك الأول للنفط الجزائري إذن هذا مشاهدين عن وجهات التصدير الجزائرية وجهات تصدير النفط الجزائري مثل ما تبعنا أوروبا كشريك مهم بالنسبة للجزائر طبعا بالنسبة لإنتاج النفط حوض حاسم سعود هو الأهم يشكل 60% من الاحتياطيات الجزائر المؤكدة وهو يقع في الجهة الشرقية قريب من الحدود التونسية الليبية حوض بركين وحق الأورهود هما الثاني أهم من حيث الأهمية وأنا دركو هي أهم منتج أجنبي بالإضافة بالنسبة للنفط في الجزائر بالإضافة إلى شركة بي بي وكذلك كونوكو فيليبس إني الإيطالية شال شتتعويل وكذلك توتال الفرنسية من تسبتي للغاز الطبيعي في الجزائر طبعا يشكل ثاني أكبر احتياطي في إفريقيا بعد نيجلي هذا يعطينا سرعا أهمية النفط في الجزائر التي تحتل المرتبة العاشرة كذلك عالميا بالنسبة لإنتاج السلاك الجزائر من الغاز الطبيعي نفس ما شاهدنا بالنسبة للنفط في السنوات العشرية الماضية كنا شاهدنا نمو في الطاقة الإنتاجية للجزائر وذلك مع وطيرة مستقرة نوعا ما بالنسبة للإسهلاك وصافي الصادرات كان كبيرا بمعنى أن الجزائر عمدت إلى زيادة صادراتها من النفط لتلبية احتياجات سوقها علما أن الجزائر أو الإنتاج الجزائري طبعا مطلوب في أوروبا بشكل كبير والجزائر هي ثالث أكبر مصدر للنفط لأوروبا بعد كل من روسيا وكذلك النرويج طبعا حاسي أرمل هي مركز صناعة وقلب صناعة الغاز الطبيعي في الجزائر تقع في وسط الجزائر صادرات 2011 وصلت إلى تليلون 970 مليار قدم مكعب 67% من الغاز الجزائري يصدر عبر الأنبيب و35% عبر النقلات 67% عبر الأنبيب هذا يجعلنا نتساءل أو نلقي نظرة على شبكة الأنبيب أو خطوط الأنبيب النفط أو نقل النفط الجزائري أو الغاز الطبيعي الجزائري هذه هي حاسي أرمل طبعا هناك الخط العابر للصحراء والذي يمتد طبعا هو مشروع يمتد من نيجيريا حتى حاسي الرمل وذلك مرورا لنقله عبر نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا طبعا هناك خطوط أخرى هناك هذا الخط العابر يعبر بين حاسر الرمل عبورا مرورا بالتراب المغربي ثم وصولا إلى قرطبة بإسبانيا ليمد كل من إسبانيا والبرتغال بالغاز هناك هذا الخط العابر للبحر الأبيض المتوسط يمر من بن إساف ويمر حتى المرية بإسبانيا وهناك مشروع لتوصيله بفرنسا في إلى الشرق هناك خط غاية في الأهمية يربط الجزائر بإيطاليا وهناك مشروع لتوسيعه ليصل إلى سلوفينيا بالنسبة لهذا خط العابر للصحراء لازالة طبعا هو مشروع واتفق على بداية إنجازه في العام 2009 مع شركة النفط النيجيرية بالنسبة للإستثمارات شركة سونتراك بالمليار دولار نلاحظ وطيرة نمو هذه الإستثمارات بشكل ملفت في السنوات القليلة الماضية على أن يسر إلى حدود 61 مليار دولار في غضون العام 2016 إذن هذه الصورة مشاهدين بالنسبة للإستثمارات شركة سونتراك عملاق صناعة النفط في الجزائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر